أشرف اليوم الجوبودي بين حضراتكم للاعتبال بالمؤتمر الأول لطب قصر العيني الطوارئ في مصر مما لا شك فيه إذا كنا اليوم نحتفل ونحن في رحال أقدم مدرسة للطب في شرق الأوسط مدرسة طب قصر العيني هذه المدرسة التي انشأت في العشرين من القرن قبل الماضي وانتقلت قصر العيني في عام 1838 مما لا شك فيه نشعر جميعاً بكل الفخر ونحن نقف اليوم ونرسي قواعد هذه القواعد من أهم الأشياء التي تهم المواطن المصري في الوقت الحالي وهو طب الطوارئ ومما لا شك فيه أن المستشفيات في الفترة الأخيرة قد يطجر بالكثير للمعاناة من زيادة الأعداد الموجودة وتفق الكاهرة المستشفى وفي ظل وجود كوادر بشرية عظيمة نستطيع أن ننشر دائماً فقدراتها البشرية ما بين محافظات مصر فكان الفكر أن يكون هناك شبكة للطوارئ في مصر هذه المنظومة التي عانت الكثير من الخلل والكثير من عدد صعوب التنفير الخطط الإسعافية وكطة الطوارئ والتعامل معمرية الطوارئ في كل المجالات مما لا شك فيه أن نحن دائماً بننتظر من التب قصر عيني من التتزل قصر عيني أن يكونوا دائماً خير معين وخير مخطط معنا كمسؤوين في الصحة لخريطة الطوارئ في مصر وإحنا في وزارة الصحة بنعمل جاهدين على أن يكون الرابط دائماً موجود مع أساتذة الكلية حتى يكون هناك منهجية للتدريب والتعليم الطبي المستمر حتى أن يكون هناك دعم من الفرق المدربة على أعلى المستوى لتقديم العاون لأبنائنا الأطباء في كافة المراحل التعليمية وأيضاً لتقديم خدمات طبية مميزة ترجمة نانسي قنقر